هوشي يا مم اي لسي ماه مساك وورد مع الطار ياسمين شباب صبايا ايمن مسكين وك طارق اهدى كتير حكت انت لما هوشي يبدأ اسكت لتندم عكس لوز وسكر زيهم ابيض اسمر طارق عم يتمزخر ايمن بس بتحضر نفس الطايتين عا اكبر شوي لو تحكي قدامه راح يبلع اكناه زي راقنر ايمن يخزو طارق با لقنز وروكت بس ما طارق حد حوارهم في كتير زناخة مسكحاله ايمن مساء الورد ولياسمين عليكم يا شباب ويا صبايا معاكم طارق وايمن من هوشي ام ام اي اخيرا يا زلم اشتقتلك حبيبي لا يعني عن جد اشتقتلك زمانه ما قديش صلي هلا صليك فترة مان يعني انا عملت الانتروفيو تبع ليون ادوردز بدونك والانتروفيو تبع تبع باردايم سبورتز بدونك وصرت عامل ثلاث حلقات فايهم ماذا عم تتشاطر عليها الله يعني قاعد لا بس يعني كنت بدي اياك فيهم كلهم هدول و يعني الانتروفيو تبع ليون مثلا كان صعب شو عامل بوجهك انت غلطت غلطت حياتي وندمان شو عامل بوجهك خلاص انا مش قادر اطلع على الشاشة خلاص ما يعني ما تزيج ما تزيجش همي هم لانه بصراحة يعني مش طايق حالي مطلع على ذلك لا لا غلطة كبيرة غيرت الشفرة اللي على المكينة فكرتها الخمسة مل طلعت الواحد لانها كانت تدخينة وعملت هيك ولا راحي نص الشوارب فشو بدك تعمل انت جديد على الحلاقة شكلك لا المكينة جديدة حيوة جددنك حيوة بسيطة بسيطة ترجع بتقولو بسيطة شكرا 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 المدرسة الحمدلله صاروا خمسة هلأ خمس مدارس او خمس طلاب خمس مدارس خمس مدارس وعننا هلأ أكاديمية كمان سويتها وعملتها والله الحمدلله ما شو صار كمان بغيابي هاتن شو علي القيسي أخذ بطولة الـ UAE Warriors featherweight طبعا لا بعرف وطارق طارق سمان انتصر على كي بي بولر وروحت على الـ UFC شو اللي عملوا هذا الحمار كي بي بولر تقولو العمره معتوه يا زلمة معتوه شو الخباء هذا ما بدك الصراحة الصراحة طارق كان يعني ضابع وضبع كل ما يفكر يوقف من أول تيك داون بعدين body triangle ground and pound لما يعرف يوقف طاع رجعنا يعني الزلمة كان خلص هل كان لا 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 لأ لك أسهل طريقة انه يعمل exit بس ها هي يعني أبسط من هيك تحليل ما في يعني انه طلعة تروحه بس الحمد الله يعني لا 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 شو اسمها الأوربت المكسورة ولا المنخر مكسور ولا اشي شوفته ثانيهم امور وكانت لوز يعني طيب تمام صار ال UFC 267 مألف مبروك ومبروك علي القياسي ولا علي علي على الأسبوع الجاة بدنا نجيبه على البرنامج ان شاء الله مدامه عم بيحوش حزمات خلينا نشوف شو الحزام اللي بده يحوشه هلأ بعد هذا يعني الو راجع على UFC يا على UFC يا غيرهم مش بالضرورة UFC يعني هاي نعم نشوفه بصراحة بس حلو حلو يرجع على UFC يريت يرجع على UFC يريت بس برضو يعني لو بيلاتور أو بي افل يعطوه فلوس أكتر طزين في UFC يعني لا أنا ربا حلو بدي أرجع على UFC هذا انت حط أب وجههم بس هيك هذا انت بس هذا اللي مهم حبيبي الفلوس المصاري برايز فايتين مش برايز فايتين ده راح ما أظن هيك علي بفكر كمان مش بس هيك يعني فيه أشياء تانية تدخل بالمعادلة والله أنا هيك تفكيري انت حر وأنا زلمي أناني ومادي وجشع والله قديش عم بطلع طيب البودكاست الحمد لله صفر طب ليش بدلك تعمل فيه وتكمل مش عارف بسأل حالي هذا السؤال كل يوم بالذات لما أكون عم بعمل حلقة لحالي اه اللي هو شو اللي عم بعمل أنا بعدين بطلع لك واحد على اليوتيوب بكتب لك كومنز زبالة زي وجهه اه فبتصير فعلا لتفكر في حالك ستين مرة يعني بتفتحش الموضوع هاد هاد الموضوع مع محاربي الكيبورد هدول اه اه اللي بسمعهم بقول خلص خليني ساكن بديش أحكي المهم خليني نغزع الموضوع اللي قدامنا في حكي كتير بده يحصن اليوم خلينا نبلش بـ 267 لأنه هاي الأحد عندك 268 يا بابا انت لو قدامي هلا اه قدامي خلعتك كاف ليش يا بابا وهريتلك السنانة ليش آخر حلقة شو اللي حكي اللي حكيه انت عن حمزة هذا حكي اللي اراد بحكيك ونت انه نازل مع اكرام واكرام اشي كبير وراح يفوز وراح يقدر عدت كل حكي واخدته انت لكم تحكي حمزة ومش نازل مع حدا ومع مين نزل حمزة ومين الكمبيتشن تبع حمزة فعلا ونعرأنا وياك فعلا فعلا عدت احكي تنفخ فيه ده حمزة من وين ما صار اشي من اخر مناؤر ارياك دخلنا فيها اخر نقاش لا اخر حلقة تبعتك ما عمي ولا فايت حمزة شو تغير انت ارجعت احذرت فايتاته في بريف اذا بدك الصلاحة وبذات الفايت تبعت اكرام بعدين ارجعت احذرت الفايتات تبعون اكرام ما بشو صلي انا سنتين بقول لك يا زلمي عشان اقارن اكرم بمين بريس مكي وشو اسمه وجرالد ميرشارت توقعت لي جيانج يعني بصراحة غلبه اكتر شوي مش هيك يا نعم مان انا شو قلتلك مش هيك الواتساب طبعا شو قلتلك ابت ردت الشر مش هيك مين حيفوز على اثمان مين حيفوز على اثمان لا حمزة حيفوز على اثمان حمزة حيفوز على اثمان وحيطل على ال 185 ويفوز على على ايزي ادى ثانية كمان مان ايش اللي عملو هاي مان ايش هذا بعطيك احصائية حلوة انا عارب شو هتحكي اربع فايت بعارب شو هتحكي اربع فايت اكمن بوكس اكل حمزة واحد اكمن لك اكل بوكس واحد واحد فتحت اليوم فتحت اليوم على فايت فترك بس ان شاء الله هذا واحد نازل مع ناس ولا عمرهم داخلين الحلبة هاي ما بتسير فوق كل هذا نازل مع ناس باليو افسي انت رغتوصل اليو افسي انه مش مسيرة سهلة جدا حتى لو ريس مكي وحتى لو جيرالد ميرشارت هدول نا يعني جيرالد عنده فوق 30 فايت ولا 25 فايت هاي المسيرة تبعتو مش سهلة عنده خبرة زلمة ما يأكل ولا بوكس باروعة فايتها سوري بوكس واحد باروعة فايتها بقولك دخلت على فايت مترك شفت لا حمزة 0.1 0.1 0.1 مان انا كنت هناك ياريتك كنت قاعد جنبي انا بعت تذكرتك طبعا لمين بعتها والله شاب صاحبي يلا هاد والله بدي بعتها بعتها بقل مما اشتريتها يا نذل اذا بدك تفوت معي بهذا النقاش شريحة ب1500 و65 بعتها ب1500 يا كلب 65 درهم خلاص على راسي عشان تسأل السؤال خود هاي هاي جوابك مان انا كنت قاعد هناك بتطلع هيك مان دخلة بل هوفتش ولا دخلة تشيرة ولا دخلة اسلام كانت زي دخلة حمزة كهرب كهرب الارينة كلها ما صراخ صراخ الناس كلها يعني صار فيه طاقة غريبة في الساحة في الارينة على دخلته ولع المحل ولعه لو بتشوفه هو كيف داخل عم بينطمط عم بيزقف والسيكوروتي عم بيحاولوا يمسكوه مان الزلمة كان مولع وضقه مبسوط ابتسامة بس ينبين عليه انه شو متحمس اسمع ولع الارينة تولع بعدين انا يعني انت شفت انت شفت كراسينا يعني احنا بيننا وبين الحلبة يمكن عشان ما قبال تلاتين متر لا أقل من تلاتين متر عم بحكي لك كتير هم تلاتين متر بالفعل هو كانوا يمكن عشرين مان حملوا ومشالة عند دينا وظلوا حاملوا وبيحكي مع دينا على اساس انه دينا يسيب تليفونه دينا كان على التليفون فبيحكي بقى وبيقول له نزل التليفون احضر اللي حيحصل تعرف صراحة انا كنت متوتر تعرفت ليش كنت متوتر وخلص صلوه سنة نصف مش لاعب وجدت وشغلة الكوفيد تحكيش كوفيد يا حيوان طب هيك عدت انت خلص ما انت صرت حكيه هلأ عيها فتقرت لا لا عادي عادي بطل لا ما بطل صدقني ما بطل وروح مطاز المهم اكل المرضى هدي وصالوه سنة نصف او سنة شوي مش لاعب وشوفته شوي هيك متوتر مش متوتر انه غريب كان شوي وشوفت هداك ينجليان كان بتحمس وشارس فكان في شوية تشك انه واحد بالمية بس بالبريس كونفرنس ولا بالوينز بالسراموني الوينز لانه بالبريس كونفرنس كان ما في اي شي من اللي انت عم تحكي انتو هادما بالبريس 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 كان مريئ شوي يمكن لانه لسه هلأ خلص وكانت صعبة انت عارف الويد كتاعته اول مرة ما جاب الوزن كان منقص عليه تقريبا نص كيلو رجع بعد بساعة وجاب الوزن طيب بس جاب الوزن المهم المهم كان في واحد او نص المية هيك شك بس اول ما ضرب الجرس قلت خلص اكله هاي طيب زلاسل عنده ياها ياها زلمة ايش هاد ايش هاد هاي هاي هلأ مين بنزل معاه مين بنزل معاه المنطق بيقولك واحد من اتنين يا ماغني لانه ماغني ماغني مين يزا انت فك فكرك ماغني حضرة هاي حكا اه يلا انا بقدر عليه والله طلع اليوم حكا اه طلع اليوم ماغني لما نزل مع ينجليان شو صار بعرف راح وفو ديسيجن او او مع كياسه مين ضل مين ضل مشغولين مع بعض هلأ يا هو بياخد الفائز بين اوسمان وكافنج اوكي يا بياخد الطريق الطريق الشهرة بنزل مع واحد زي نيت دياز او ما المستحيل نيت دياز ينزل معاه ونقول طب ماس فيدال مشغول يا با مع ليون مش هيستنى مين عندك فاضي هسا اللي فاضيين عندك هم جيلبرد بيرنز نيل ماغني ومارك الكياس انا ايه لك وحفظ فيهم الباقي كلهم مشغول ما نيت دياز بيسوي نيت دياز بيكون بيكون حمار لو وافق هو حمار نعرف انه حمار عشاناك بيوافق نيت دياز بيكون حمار لو وافق يلعب مع حمزة شمايد بيكون حمار رسمي ما عندي شك انه هو بوافق بس التيم تبعه روح يقنعوه انه ما يوافق بس هو ما عنده مشكل ينزل مقنعك فيه هو مضروب براسه اقل واجب التيم تبعه يمنعه اقل واجب بيكون مجنون ما رسمي بيكون مجنون او او الفائز من لا شو ستريكلند اتقل منه مالا ستريكلند صح ال 185 صح مين ضلع ما فيه جيلبرت بيرنز او ماغني او كييسا بلال صار خامس هلا صح يوم التلاتة بطلع الرانكينج الجديدة تاك تستنى لبكرة رح حطوه بين الخامس والعاشر وان ما حطوه من مين بدو يلعب معه هدا مين بدو يلعب معه ما مش هيك مش هيك مش هيك بيرنز لا ما ضل حدا ما ضل ما ضل ما عنده خلص ما عارفين ليون وماغني المشغولين كوينغتون ووسمن المشغولين كوينغتون ووسمن الاسبوع الجاي جيلبرت بيرنز امتى نزاله الجاي اذا ما عنده هو اللي فضيين بيرنز وماغني وبلال وكيسا هاي التوب تن اللي فضيين في التوب تن نقيلك واحد فيهم انت عم بلست لخبط هلا ليش بلشت لخبط بلشت لخبط منيح ليش ايش اللي خربطت فيه شككنيشي بحالي ولا خلينا نشوف الرانكينز بالله افتح الرانكينز خلينا نشوف انا اتوقع انه بيرنز التاني الاول كوفينغتون التالت ليون ماغني يمكن يكون الخامس كيسا السادس و هيطلعو لك حمزة على السابع مين عندك بتمني صح هذا مازفيدال وقياس السادس مع بعض بعرفش كيف هاي صارت مازفيدال مشغول ما ضل ما ضل هذا ستيفن تومبسن باع نو وي ما بيكون بيكون نجن ما هذا ما حدا ما اسمع رحيز علاقة ساعتها بده يستنى مش هيستنى هو هون مصيبة شوف احتمال كتير يفاجؤوك وزي ما انت حكيت يا يعطوها لني الدياز يا لأقولك واحد مش مصنف حمزة مش هيقول لا بس ما بده يستنى قالك أنا بدي ألعب ما يزال ما واحد ما أكلش ولا بوكس ليش مايلعب يعني انت روحت عملت كامب ونزلت وفوق كل هذا أخدت اندفع له اللي اندفع له حدث ولا حرج واخد له خمسين ألف دولار بونس فوقهم وما أكل ولا بوكس آمن غريب غريب هالبني آدم هاي ما بتصير مرة من الحياة اسمع مرة من الحياة بتصير هاي بس منطقيا منطقيا ليش مايلعب الأسبوع الجاي يعني انت قريدي متمرن جبت الوزن أمورها كلوز مش ماكل ولا بوكس ما عندك ولا إصابة ليش ما حدا هيقبل فايت ما حدا هيقبل يلعب معه ما حدا ما حدا هيقبل ما حدا هيقبل يلعب معه باستثناء يمكن أسمن إذا كان بعده البطل برضو أسمن أكون أحمال ونزل معه أنا لو بحل أسمن بدي أشوف كمان من حمزة شو بيصير فيه لما هيقبل بوكس شو بيصير فيه لما حدا ينزله مش راح تشوف شو بيصير فيه بالجولة الثانية أو الثالثة لما يتعب شوي بدي أشوف أكتر لأفهم أنا لو بطل مستحيل أنظر مع واحد هيك يا زلامي ما مش راح تشوف لو ليجينج ليان معرفش يضربك ولا مرش من ليجين ليجين مش بسحة تعرف مين فاز آخر قبل هاد نزال من ليجين ليان كونتنبيو كونتنبيو تعرف كونتنبيو كانوا حاكين عنه هو البطل الصاعد البطل القاعد رح يقدر على الكل مان برادر مان برادر 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 you listen to me برادر I come here I come here I smash everybody I take money fight be happy drink coconut water it's okay برادر بسمع البوست fight interviews تعونه أروع إشي في الدنيا برادر I come I fight for every take money I eat him I smash everybody I smash everybody I take money be happy drink coconut water brother it's okay okay for me brother I fight I like to fight المهم هاي حمس المهم خلصنا منها خلينا نشوف مين أبي أبو بيتريان و شو اسمه و كوري ساندهيجن حلبة كانت صراحة ما توقعت هل أدا يصمد ساندهيجن ولا جامد جامد وصارت شوية هلأ interesting عشان اللي عمله الجميل بساندهيجن شيء كتير يعني كان معاك معاك بس أنا برضو حاسس أنه أنه يان ما كان داعس مية بالمية يعني شوف أنا أنا سجلت له الأولى والثالثة والرابعة والخامسة سجلت له سجلت له سجلت لك لساندهيجن الثانية عطيته إياها أو الرابعة الثاني والرابعة كيف الأولى الأولى 100% سجلت له الأولى وكمان جولة والأولى والثانية والأولى والثانية ثلاثة سجلتهم ل ما حسيته كان داعس مية بالمية يعني ما حسيته يعني خلص عارف حاله حيفوز ما يعني يعني فيه كم حركة يعملها ما حبيتهم لورح كتير أكتر من العادي آه الـ spinning back fast وإشارة غريبة هاي كله كاونتر كان كله كاونتر كان ما بحب الـ defense تبعه بس بعد البوكت ضلوا غير البوكسار فممكن حدا يعني نازل low kicks أو نازل body shots يبهدلوا فإله إله يعني إله حل مش yes or no أنا معاك أنا معاك ستيرلو معتب كثير هو على قابليته اللي يتلقى ضربات ما كان أداؤه زي ما إحنا تعودنا عليه يعني ما كان أداؤه زي أداؤه ضد ستيرلين ما أداؤك طوله بخوف مان بس ستيرلين بس يان قبل ما يعمل بالجولة الرابعة من الجولة الأولى لجولة الرابعة وهو نازل فيه كتل كان مفجروا ستيرلين ستيرلين أصير معاك يعني مين ضل تي جي والله بتكونوا كتير حلمة مع تي جي بس يرجع من إصابته هلا أكيد تي جي هلا أكيد تي جي شوف ستيرلين مش رح يلعب معيان خلينا نكون صراحين مع بعض ومش هيدافع عندنا اللقب تابعه وبدوش يلعب معيان غصبا عنه رح يتزال معيان ميش أنا رحت حضرت له سيشن تمرين كامل أنا مش شايف حل تريبل سي تريبل سي أكتر من ساندهيجن معاك تريبل سي يا زرمي يبيش وحي يكرهوك الناس على هالكلمة أنا بكره تريبل سي الكل بكرهوا بايدا أنا الوحيد اللي بيحبه أنا كتير بحبه من ناحية ستايل من ناحية ستايل ورسلين وهذا بس في فرق حجم كبير في فرق حجم كتير كبير إيش إيش ما فهمت يعني كتير أكبر من تريبل سي كتير وزن وطول وكل إشي وريتش هايت الدانتج ريتش الدانتج ويت الدانتج كل إشي تريبل سي ما أتوقع يوصل للمية وخمسة وثلاثين ويكون أوكي يعني ما فهمت عليك كيف يعني هايت الدانتج هايت الدانتج هايت الدانتج ما هو وان ثرتي فايف شو هم تحكي كان كان واخد اخد وان ثرتي فايف وان ثوين تفايف بس تعال شوف حجمه مع الوان ثرتي فايف لما تقارله بيان يعني كتير أطول منه وكتير أطخم منه شو هم تخبص انت بيتر يعني كتير أكبر من تريبل سي شوف انت طلع أطول آه أطول آه أطول وبيتر يان أنا شفته كتواف جنبه بيتر يان عم بيتبح حاله عشان يوصل الوزن لتريلي عم بوكته لحاله عشان يوصل الوزن بيتر يان يمكن بالحالة بوزنه مية خمسة وستين يوم تنزال إذا مش مية خمسة وخمسين شاب كبير من الضخم آخر ثلاثة فايتس اللي فازهم هندس هو دوميني كروز مارل مرايس دي تيجي دي لشعو هدول كلهم كانوا مية خوص سلتين بعرف مان عم بس عم بحكي لك على بيتر يان كتير أصغر منه حجبا كتير أصغر منه وديعني ديميتريس جونسن فر أعلوز مارلين مرايس فر أعلوز يعني كبير مان يعني كبير مش صغير طويل مية وسبعين طوله يعني آه بالنسبة للبانثم ويت sorry 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 5-7 طوله وين عايش 5-4 he is he's 5-4 or 5-3 فرق فرق ثلاثة إنش انت عم تكي بالطول أنا بعدين مش بس مش بس طول معن الوزن ما أنا بيتر يان لن بشفته انصدمت يعني ما عرفت استوعب هذا كيف بوصل مية وخمس وثلاثين no way anyway حلو هني بيسترهود أو خلينا نشوف تيجي شبع ما زي ما حكيت لك مين كما كان ليلتها البيج فايت أو وإسلام طبعا اللي أنا مستنيك تفضحني عليها فشق على إسلام أول شي أنت زلمة كيف بحكيها هيك بسلاسة هاي الكلمة أنت زلمة حمار شكرا أنت زلمة حمار شكرا غفل ليش خطر إي حدا كل عقله بحكي أنه دان هوكر رح يخدها من إسلام آه لأ أنت حكيت هيك عشان بتعرف دان هوكر وهاي هي لا مش بس هيك بصلاحة بحكي بحكي لك طريق تفكيري أشرح لك طريق تفكيري أخذتها أنا أخذتها أنا من ناحية يعني تعال شوف الناس اللي لاعب معهم دان هوكر آه جوستين جيتشي آه شو اسمه آه دستين بوريه ما بحكي شوف الناس هل خسارة عنده دان هوكر عنده سجله إذا أنا مش غلطان واحد عشرين وعشرة هلا 11 هلا 11 بس أنا صاحب واحد وعشرين وعشرة هداك قديش تجلو هداك سجلو 16 لا 16 19 واحد أوكي خبس معاك 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 أنا فاهم عليك بس يعني قلت إنه إذا فيه حيكون فرصة حتكون هي دان هوكر ما توقعت هيك يصير قد بيه زلمين جرابلنج مثل الزفت دان هوكر ما بيأكل الراحة تصير ضد النصرات كان ممتاز الجرابلنج تبعه ضد النصرات كان ممتاز تدعم بتقارن هلا نصرت مش عم بقارن نصرت بإسلام بس يعني إذا بتقدر تعمل إنت ستفل للتاكداون تعرف تدافع عن عن التاكداون تعرف إنت نفسك تصارع يمكن داعي يهرب منه شوي مان دان هوكر ركب خطيرة طويل ريج تبعه خيالي سترايكر ممتاز فقلت أرى إنه أنا أعطيك ياها ببساطة لو أنت ما تمرنت مع دان هوكر ما بتعرفه وكان مستحيل تلعب مستحيل 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 أنت على الأغلب مستحيل أنا بعرفك يا زلمين أنا بعرفك يا أخي بحب بحبه يا أخي بحبه والله بحبه زلم كتير حباب زلم كتير حباب أخي بأعرفك ما أعرف بقولك يا أنت مخك كان شوي مدرور بيوميت بجوز أنت تفكر حالك عم بتكون أنت شوي أبجيكتف لا ما كنت أبجيكتف شو أبجيكتف أنه حيادي حيادي لا لا ما كنت بس تكستبوك مان تكستبوك مسك الركلة وهو عم بيرمي يعني أنت عم تيرمي الكاونتر وعم تعمل كاتش للكيك بنفس الوقت عشان بتعمل السيتاب للتيكتاون تكتاون كمارة بيقوم تقربها هاي مان إيش هذا يعني أنت أكيد واحد بيعمل شغلة واحدة يعني اعمل شغلة حبة حبة يا مرسي يا بتمسك وإي حدا جديد على ما يبقلك هاي حظ هاي مش حظ مين يا زلمي هاي لو لو شو مكان ما بتشنس معاك مدروس مان مسك الكيك وهو عم بيرمي الأوفرهان طاخ بعدين ضربوا إذا مش بتذكر إذا أنا غلطان ولا لا هو أنا المليئان بتذكروا إنه مسك أول إشي السنجل طلع على دبل بعدين نزلوا إذا أنا مش غلطان إذا ما راح على دبل رأسا فالموضوع كان يعني كتير مدروس كتير مدروس بعدين الكيمورة كانت يعني تكست بوك حاسس حالي قاعد في حصة ربطة الإجرين هاي تبقى حبيب هاي تبقى حبيب هاي تبقى حبيب والكل صار يعملها باي دوي خلص هو حبيب اللي شعرها بس الكل صار يعملها هاي الحركة لا بس لاحد ما أعمل هذا يا حبيب إذا لاحظت هو عم بيركب لما بعد ما ركب الكيمورة دان ضلوا يمشي حبيب بقول له حط إجرك اليمين فوق راسه مر إجرك اليمين لو راسه من وراء فحتى هو إسلام قال لك بعد الفايت قال لك لما يكون حبيب معاك في الكورنر إنه نوع من أنواع الغش المسموح فيه وشفت هاي الميمي اللي طلعت حبيب ماسك حبيب ماسك الجويستيك تبعت البلايستيشن وإسلام في الحلبة بالفعل بالفعل دربوا وعلموا صح وحبيب وحبيب أمسك بولكوف فاز أنكلايف فاز إسلام فاز زبيرا حمزة فاز زبيرا فاز ما وتيجور ليلة روس وتيجور فاز ليلة روس من فريق حبيب اتنين تلاتة فاز ومن فريق حبيب لحاله تيجور وزبيرا وإسلام بس بس زبيرا أنا بظلني أشوف هو أفر ريت تكيد أي حد صاحب حبيب الحكوم أفر ريت أنا دام بشوف أفر ريت عادي بس سنلوا زمان سنلوا قديش سنة ونص سنة وشوي آه آه إذا ما بعرف سؤال هلأ سؤال كتير مهم مين بيعطوا إسلام هلأ شوف بغض النظر مين هيعطوا إسلام الفايت اللي بدي أشوفها إسلام ووليفيرا احتمال ما تشوف هاي الفايت هاي الفايت يا ولدي هاي الفايت أنا بقول لك شو اللي حيحصل أنا حكي لك شو اللي حيحصل حيلعبوا هلأ تشاندلر مع جيتشي حلو حيلعب هلأ تشاندلر مع جيتشي وحيلعب بوري مع أوليفيرا حلو فأنا بتوقع أنهم حيعطوا إسلام المنتصر ما بين جيتشي وشاندلر واللي حينتصر في هديك الفايت هو اللي حيلعب المنتصر بين بوري و شو اسمه أوليفيرا ممكن وش مينز إنه بالأغلب حيلعب مع مين مع بوري مع مع جيتشي أول أصدقك بغض النظر هاي أنا هاي أنا مطنشها يعني فاز جيتشي أو فاز تشاندلر I don't care إسلام بغض النظر مين فيهم اللي فاز إسلام حيفوز عليه صف اللي إياها على الشمال فأنا بس لو أنت يعني بوري حيفوز على أوليفيرا 100% آه أنا بقول بوري حيفوز على بلا صعبة صعبة آه بس حيفوز عليه هل أشوف إسلام ما كتشف باد ماتشب ماتشب جدا جدا طيق لبوريا 100% بس أوليفيرا على الأرض بخوف أوليفيرا بخوف أنا معك أنا بفضل أنا بفضل أشوف أوليفيرا وإسلام مما أشوف بوريا وإسلام لأنه بوريا وإسلام بالنسبة لي حتكون إعادة عن حبيب إسلام ع حبيب مين بفضل يفوز اللقب ألا مين بفضل يفوز اللقب وريا ولا أوليفيرا أوليفيرا لا يا زالمي جد آآ بس عشان تشوفه مع إسلام ولا عشان بدك يفوز اللقب لأني بحب أكتر من بحب بوريا يا زالمي وإنك قدامي بس ليش ليش يا أخي ليش لا شوف تحدي يا زالمي شوف شوف قصته بتعرف قصة حياته لأوليفيرا بعرف قصة حياته بعرف قصة حياته وقالوله ما حتم ده زي قصة ميسي بس على MMA شوف لفت لك بزر هلا بعرف شي أنا عمسي بس أوكي يعني إزهي هاي نفس القصة ست ست سنين في المستشفى وفقر مطقع وحياة بزفت وكم سنة قاعد بالـ UFC لحد ما وصل للي هو في الزلمي عانا بوريا يا زالمي ما في أي مقارنة بعدين بوريا عمل مصاري اليوم المصاري بوريا عمل مصاري أكثر من أوليفيرا ستين مرة واحد صار لعب مع كونر ثلاث مرات خلينا نقول مرتين فيهم فعلا اللي ندفع له فيهم طوريا خلاص يست خلاص زعم المصاري يعني هداك أحسن منه صار لا أنا أصد يعني مش حزعل عليه زي ما حزعل على أوليفيرا فهمت علي أوليفيرا خلاص عاش دور البطل يا زعم هاي بطل قدر صار له لازم يدافع عن لقبه على الأقل مرة فأنت بدك أوليفيرا يفوز بس أنت بدون بوريا حيفوز أنا بدي أوليفيرا فوز بس بوريا حيفوز صح ودافع عن لقبه مرة ولا لا من يوم ما أخده من من شو اسمه دافع عن اللقب دافع 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 فازع شاندلر فازع شاندلر ما دافع عن لقبه صح صح ايش في زلم انت انت اسمع انت صار لك فترة غايم وبلشت أنا أسير أهبل زيك انت طول عمرك أهبل يا أحمر بلشت أسير غبي زيك صح ما أنا 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 مضيع ما دافع عن لقبه فأقل ما فيه دافع عن لقبه مرة أي آخر مرة شاندلر ما دافع والنزال اللي قبلي كان توني فارغسن لما فجر وجهه لتوني ما نزل بتفكر فيها جاد جاد بتفكر فيها مين فاز هو مين أوليفيرا توني فارغسن كان أسران أورادي كيفين لي أيو على كل حدا عم يفوز عليه أوكي مش هالأسامي الواو يعني معاك ولا حدا ولا حدا من 2018 ليش طبي ما اسمع ما دام حت تحكي انت بهذا اللوجيك اللي هو اللوجيك تبعي بإخلص عم يفوز يعمل يعمل بإستثناء دان هوكر فضل أنا هحكي لك بدون ما أشوف لك شاشة درو دوبر طز طزين ثلاثة مين كمان عيب علي إذا بتذكر يسم هاي خلينا قولك شغلة انت دائما تحكي لي هاي وحكينا هذا كان يعني النقاش بينك على موضوع حمزة بس أنا بقولك لما الواحد مش لعب مع اسم كبير بدك تطلع على كيف فاز مش بس انه فاز او خسر كيف فاز حياته كلها ولا بوكس أكل هاي لازم تاخذ بعين لو اوليفير فاز على التسح هذول بغير منك ولا بوكس بقولك على انا مراسي هذا ما احد هيقدر عليه بس نازع كتير يعني نازع كتير صح يعني اكل تقريبا من ورجع صح كانت حماسية عبر ما اخذ التريانجل مش انه يعني يعني انا عرفت قصدي شو احاول احكي انا انا متفق اسلام ما احد بقدر يعني خش معه لا اسمع اسلام ما احد باستثناء اخر نزالين او ثلاث اللي كانوا في النشط انا انا زلم اليوم مبسوط لو سمحت لو سمحت مسكر عن موضوحات لا اسمع ما اسمع فيه هذا اسمع انا اسمع هذا اللوجيك بعجب اوكي انا هاي طريق التفكيري انا اوكي بس تعال خلينا نحضر مع بعض هلأ تعال اشوف لك بالارقام لانه هما اخر ثلاث اللي كانوا فنشز اوكي 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 لك على سجل ككامل الزلمة يعني هلأ بلش يخلص بسو طول عمره هاي سجل مشين هاي طلع دقيقة دقيقة من كل انتصاراته من كل انتصاراته يا فتح الزمالة يا أفلاطون ثلاثة كي اوز وعشر اربعة عشر فنش عنده اربعة عشر فنش تلات عشر فنش تلاتة كي اوز وعشر سبميشن وتمانية ديسيجن يعني اد ما عنده سبميشن تقريبا اد ما عنده ديسيجن هلأ اوكي غير انا معاك اخر ثلاث اربعة فايتات فاين بس قبليه ما كان يخلص ما انت زل ما حتى تتعلم انت اللي هيت اللي عم تحكي بهذا بهذا اللوجيك انا المنطق تبعي انت استعملت مبارح هلأ جايت استعمل المنطق تبع دبدي كبه مرة انت اللي جبت انت اللي فتحت السيرة مش انا فا فعلا السجل تبعه قبل اخر اربعة فايتات كثير ديسجنز عنده سبع ديسجنز واثنعشر عشرة ديسجنز وتمانية وتمانية شروع عشرة عشرة وتمانية عشرة سببشنز وتمانية ديسجنز سوري مش عشرة بلا يا عشرة عشرة يا عمي ثلاثة كي او عشرة سبميشن ثمانية ديسيجن افتح شيردوغ شككنيش في حالي فبالفعل هو قبليها ما كان يخلص ناس عشان هيك وشوف نائك الكي او أول ما وصل لليو اف سي فحتى يعني أنا بقول إنه أي واحد كان عنده لسه سؤال حول إنه إسلام سيبك إنه أنا بحبه لدان هوكر وإنه هذا الإشي أثر علي أنا معاك أنا مية بالمية كنت شوي يعني مع دان هوكر زيادة عن اللزوم مع مضوي فاين أنا معاك ولكن أي واحد تاني كان عنده سؤال حول إسلام وقدرته على التخليص وهل هو بالفعل جاهز أنا بفهم هاي طريقة التفكير بفهم هذا اللوجيك ما كان دومنانس يعني بس اللي عملوا بهوكر بصلاحة خلاص يعني أي واحد عنده كان هاي الأسئلة قبل هذا النزال اتجاوب عليهم خلاص خلصنا طابق وسكرنا لأنه اللي عملوا في دان هوكر ما حد بعمله بتاني هوك ما حدا بعمله توماتش توماتش المهم ضل عندك المهم 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 بس الدفجن ما صارت مملة شوي سؤال اللي عملوا في دفجن هني دفجن اللي عملوا في دفجن اللي عملوا في دفجن اللي عملوا في دفجن ليش صار مملة شوي لا قصد إشي جديد يعني إسلم مش جديد على الصحة ما بعرف حاسس الديفجن شوي ستيل إزهيقت من جيتشي وبوريه و فرغسون يعني فرغسون بعده مصنف هاي الزلم جيتشي كونر بعده مصنف فضل تعال شوف أعمارهم صح معاي انت فيها هاي ولا أنا يعني خلفانت شوي مش عارف يعني كيف كيف فرغسون مصنف وكونر مصنف واردي اي مصنف وين من واي يعني هدول من الف وتمانمية وخشبة موديلات فيزي وطاروكيين صاروكيين فيزي ومصيب هدولي هدولي أكسيطين أرمن مصيبة أرمن ساروكيين مصيبة هادا حيعمل بلاوي خضرة تتذكر لما خسر لإسلام ديسيجن خسارة الوحيدة كانت لإسلام وكانت ديسيجن ومش بعيدة كانت بايدا وي وهذا أمت كانت تاني أو تالت نزال إله باليو اف سي هذا خطر هذا خطر هلأ جوز أحلى هلأ فئة هي معاك 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 يس الباتم ويت أظن أحلى فئة باليو اف سي بعديها بيجي بيجوز ميدلويت أو الولتر ويت حتى الفيدر ويت لا والتر ويت بالفيدر ويت ما عندك ناس بالعشرين وبالخمسة وعشرين بالتصنيف اللي تحت تحت عندك بلاوي خضرة جاي على الطريق لا 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 21 والتر ويت والتر ويت الان ماكس وروي براين وردريغز بس بس اصيبك من العشر الهدر اصبر في كتير يونج تالنت في الفيدر ويت المهم أعزي سوري أنا سوري كان أعزي على فلايويت كان أصدقى عشو فلايويت آه أوكي في ناش مش مصنف بالفلايويت كتير ممتعين إذن كفاية مورانو في جهيدو هدول حطول إياهم كل ويكند آه هلأ فيه شو اسمه موفزار موفزار وشو كان اسمه هداك الثاني الروسي بالفادرويت موفزار في عندك واحد من الفادرويت حيكون الممتعين ايه شو اسمه ده جيجا تشيكادزي بردو جيجا تشيكادزي بجنن وين إليا تبوريا إليا تبوريا كمان ففي ناس إليا مش مصنفين بقول لك بحكي لك على ناس اللي مش مصنفين عندك سم نايس في تالنت مرتب بالديفيجن احنا مش شايفينه لا حد هلأ طيب بدك تحكي لي عن المين انا كنت مقتنع يا أخي وانا الكارت كله جبته صح يس وكل حدا بعد رياته وتنبؤاتي أقول لي أنت مجنون إذا نفكر غلاب رح يفوز على بلاهوفيج يس وجبتها وتعرف شو مش ماك الهمك وتعرف حيفوز معنا كم مرة حكينا ستريت لفت هوك احنا أنا وياك خلعوا ستريت لفت فلأ إيش خلعوا لا خلأ انت قلت كانتون أما أقول أما أقول لفت هوك اللي يزبط عليها تيك داون بعدين أن يسمع بدي أخذ شوي بدي أفوت شوي تكنيكال في هذا النزال خش وهذا بالذات للشباب المبتدئين اللي هلأ بلا شوي لعبوا الرياضة لما أنت واحد تنزلوا على الأرض ويقفل القارد تابعه اللي نسميه كلوز قارد شوي اللي كلوز قارد لما أنت تكون قاعد على واحد هو يلف إجريه حواليك لما أنت تسكر القارد تابعك هذا بعناته شغلة واحدة أنه أنت ما بدك تتحرك ما فيش إشي تعمله من القارد لا فيه سبميشن ولا فيه سترايكينج ولا فيه أي إشي أنت لما تسكر القارد تابعك أنت تقبلت الأمر الواقع دا دا فيه سترايكينج سكر القارد تابعه سكر القارد تابعه نعم طبع توني فيرغrióسون سيبك شو عمل توني فيرغción وما عمل هاديك المرة هذاك المجنون شيء اسمه كيفين هولند من الكلوز قارد توني فيرغسون دايمون من الكلوز قارد إجمالا مافيش إشي ينعمل لازم تفتح القارد تابعك عشان تطلع لما أنت تسكر إجريك بعدها مش بسكر إجريك سكر القارد تابعه ورما أندرهوك ومسك في ومسك في أربع دقاية من أنت أربع دقاية أنت عم تحكي لكل الحكام ولكل الجماهير أنا بدي هاي جولة تخلص عشان أفوت على الجولة الثانية بالضبط مية بالمية واللي عمله صح بس لا من هذا غلط بالنسبة لي هذا غلط أنت لما تسك يعني اسمع من خمس جولات عندك أنت خمس ليش تحط كل طاقتك تحاول تطلع من إشي ما تحط كل طاقتك بس أنت أنت مرتاح مع حالك على الأرض أنت قلوس قارد قلوس قارد أنت 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 سايكولوجيا أعطيت بعثت رسالة لخصمك أنه أنت بتكاشي بتكاشي تلعب معه عم بتكوي أنت عقليا أما لأنا ما نقوم بيجو واحد مشتغلت جولات هاي زلمة حتى لو حتى لو ما أنت مواحد لو صح أو مواحد ينزلك أنت تلاقي قلوس قارد قلق بسكري It's called a guard to protect yourself أنت بتفتح بتسكر قارتة تحمي حالك طب لأي متى؟ كاش تطلع منه؟ تستنى جولة كاملة؟ ترمي جولة؟ ترمي جولة؟ تضحي جولة؟ آه من هاي سايكلوجياً أنت عم تبعت رسالة للخصم تبعك أنه أنت مستسلم أصلاً أراد استسلمت لا أنت مجنون يا زلمي ولا حتى حاول ولا حتى حاول يعمل إشي وبيّن بالجولة الثانية أنه نفس الشي نفس الشي نفس الشي الرير نيكد شوك أسرع رير نيكد أشوفه في حياتي لما عمل تاب عمل تاب بعد سانيتين يا زلمي مان استعمل وزنه مان هاي بتقتل تقتل اكذب علينا يا أخي نام مان نام وخدينا أعطيك نفس الشوك غيرك عملوها كتير ونمت أكتر من مرة فمش خايف فضل عاد نام عطينا شوية فكرة أنه أنت أنا حسيت أنا حسيت أكتر من أنه أداء كان ممتاز وهو بالفعل كان ممتاز أداء يان بلوهوبتش ما يجعش ما يجعش على الفعل ما أجعل ما أجعل ما أجعل مظلوظ بس تعرف إيش اداءت أنا أنا ظلت أحضر كل هراء الآخر بالدهاي اعتزل يا زلمي ليش ما اعتزل من غلوفر آه يا زلم شماله هات يا أخي أنت فوق يعني أنت هلأ خلاص قمة الجبل اللي صال لك 20 سنة تعرف أين تعمل الدبيوت تابعه 2012 2013 بالUFC 2002 لا 2002 بالMMA 2012 بالUFC بالMMA آه 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 اعتزل 20 سنة ليوصل القمة هاي ووصلها وعمره 42 سنة ليش تيجي تلعزل شو عملا يا أهضر هذا كيف ما اعتزل يا زلم كيف ما اعتزل ما مش عارفة ولا هذا الخباء يعني كان صار هلأ خلاص أسطورة أنا صار أسطورة هلأ كتير كنت حابب أنه يعمل هذا الإشي أنه يستلم الحزام يشلح القفذات يحطهم في نص الحرب ويقولهم باي باي انستد وهو طالع لأ ييري بروهسكا في طريقه قال له يور نيكست تمام تارا شو رح يسوي فيه ييري بروهسكا انت فاهم شو رح يسوي ييري بروهسكا أنا معك أنا معك أنه حيفوز أنا مش بخلفك الرأي أنه حيفوز بس ما بستبعد أنه برضو يفوز عليه وبعدين شو هتعمل خلينا نقول فاز على ييري حتلعب مع مين بعدها ما رح فوز على ييري ييري جاي جوعان جوعان أنزل ألعب مع ييري وبروهسكا ألعب مع بروهسكا وألعب مع دومينيك ريس وألعب ليش على 42 أعمل هيك في حالي ليش ما نسمع آخر كمن فايت عنده ييري كي أو كي أو كي أو كي أو تي كي أو تي كي أو تي كي أو تي كي أو كي أو تي كي أو هدول كنهم قبل الـ UFC هدول كنهم قبل الـ UFC كم واحدة عنده في الـ UFC دومينيك ريس كي أو وولكا أزدنمير كي أو كي أو سي بي دولوي كي أو مالدونالدو كي أو مالدونالدو أكس UFC تشامبين فمن ما له مصلحة ينزل مع يري بروحاسك أبدا you mean يري بروكايف بروكايف يري بروكايف بلهال محمد وإسلام مكلشف بروكايف بروكايف بروحاسك بروهسك عنده ديسلكسيا هو مين شيل سنن لا بس معتوه بس بشكل لا لا معتوه انت عارف هذا وين ربيان بأوريغن تعرفش يعني أوريغن يعني أنا لو شوفوني بأوريغن بقولولك هذا من من أي من أي كوكب جاي أبو سامرة فهم عليك هدول رعاة غنم مع احترامي لرعاة الغنم يعني أنه مش هالناس المتعلمين ومسفرين وشايفين دنيا يعني انت بتحكي على أبيض بحل في أمريكا معتوه رسمي معتوه طيب شو عنا كمان هلا عنا هدول كلهم خلاص حكينا فيهم خلص نيويورسي 267 أتوقع فيه كمان كان فايت فيه اللي نحكي فيهم ممكن المرة جاي شو كان اسمه هداك الشاب ألبرت ألبرت شو اسمه بصيبة كان نزال ابن حرام بيوريفول فايت بتصنع شوي آآ مثالي، ما بتلحك فيه كانت تزحك كتير وفولكوف متزحك كانت آآ أما انتا هي بس مام يعني ذهقت شوي زبيره أوكي ماذا كان اسمه هدك الشاب ألبرت هلأ ليرون ميرفي شفت شو عمل بمكوان أمير خاني آه مان آه استلبس ورسمي نوكاوت هاي ما بعرف كيف ما أخذ عليها بونس بيرجع دينا بيراجع هذا قالك فيه كمان كموان بخوف كانت ما فيه ما ضرب اشي 2-6-8 بدها حلقة لحالها حبيبي تضيلي حلقة هذا الأسبوع لازم نتعمق في الموضوع هنعد نحكي أشياء زي تخيل لو لو كوبي فاز وشو هيصير في ما بعرف مين وبدنا نحكي عن كليريسا شيلدز آه سوري مش كليريسا شيلدز أصدق كيلا هاريسون شو هيصير معها فيه حكي كتير طب لسا لسا بنفس على نفس الموبار إنه كما أروح هيهشمه ل كوبي ولا تغير إشي شوي أنا بالنسبة لي لا ما تغير شي ما تغير إشي لا أتوقع أنه هتكون ليش خلاص اللي لم نحكي المرة الجاي أوكي بدي أعرف طريق تفكيرك يعني ما يا زلم أنت واحد غريب أنا غريب ليه شو تغير من آخر مرة لهذه المرة بإسلام شرحت لك بالفعل كوبي 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 ما عمل ولا إشي من يوم اللعب مع كامارو ولا إشي ولا إشي وكامارو كسر لص الدنيا مع مين لعب كوبي بعد كامارو لا ما ?? ikt non لايرا من لعب ما اسمه ومن خلاص والترينغ والسداف وم opponent خلاص على الحلقة الجاي لا هلأ حيكون نزل الانترفيو تبع ليون حننزل الانترفيو تبع سبوع الجاي عنا أمير البازي عنا حنجيب جافد على البرنامج الشاب اللي أخذ دينا ويد كنتندر سيريز علي القيسي جافد بشارة واتس اب برادا علي القيسي وذاتس ات فورنا في شي أنا رايح لازم أحكي فيو اللي هي بعد أبدا ما شاء الله ما بذكرك بإسلام كتير لا بذكرني أكتر وعارف بالضبط شوف ده يسوي وما حد مني حمزت لا حمزت بتحرك كتير زي إسلام يا زرم ما شاء الله نفس الشي حمل الشاب وداعه الزاوية تاعته وهذاك الشاب ننسيت شو اسمه بس كان عم بضربه هو على الأرض إذا شفت كان عم بضربه بكعبه على راسه لنارت ممنوع وكنت خايف الحكمة وقفها لأنه شايف أنه نرت خلص مسك الأرم بار فبديش الحكمة وقف الفايت ديفينت لي ما بدي يعطي دي كيو لأنه شايف أنه نرت خلص هيخلصها نرت هيك كمان فايتين بشوفه بوسط المراحل بهاللعبة نرت لو استمر على ما هو عليه هلأ بعمره بالذات آخرته واضحة يعني يا يو أفسي يا بيلاتور يا بي أفل شو آخر أخبار جراح بالله جراح اتأجلت الفايت تاعته لبداية السن الجاي طيب كان بحلو هذا طيب تمام تمام أنا بعدني بعمر اللي ما بيعرف أنا مش بالإمارات وشكله حضل هون فترة فخنشوف يلا أنا عفكرك دسة كل ما أطلع إلا واحد يناديني أيبان هو شيء مي حنك رجعت على البرنامج حبيبي عشان ما ينسوك مي بنسه الوجه يزاك بوز الإخص الوجه أنا ما أحكيش أحسن لي يلا صح قبل ما نخلص عزائي المشاهدين والمستمعين لو سمحتوا عجبكم هذا الفيديو اعملوا عليه لايك فوتوا على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب روحوا على الإنستغرام هو شيء مي شان الله يلا إلى الغد يلا